النجاح عند الله بناء لك سليون هيكلا جديدا وكرسه لله نقطة بناء لك سليون أن هيكلا جديدا وكرسه لله ك ألف ج عقوي هو صلى نأجله ت ذكره فلا انتهى سليون أن ناصل الرب ودعوته ق نأ ألف ذبح الرب نأ الركوع على ركبتيه ويداه نتشرتان إلالس ك ث وقف وبارك كل جن أعطى إسرئيل بصوء عظي قائلا بارك الرب الذي أعطى شعبه إسرئيل الراحة حسب كل ألف وعد به لا تفشل كل تن واحدة ناكل وعده الجيد الذي وعد به ناكل الخاد هو هو وسن ليكون الرب إلى هنا عناك ألف كان عآبائنا نرجو أن لا يتركنا ولا يتركنا لك الأول ثمانية من أربعة وخمسون إلى سبعة وخمسون نقطة درسة الله لديه القدرة على ساعدة أي شخص لتحقيق النجاح سوف يدعو أي شخص يتابع هو تذات غرض جيد سوف يبتعد الخالق عن له يلو الإضافية ويفعل أشياء رائعة غ ريخف الله في الواقع لن تكون هناك هو تن غير قابلة للتحقيق للز يلي و عذلك فإن الشخص الذي تكون نياته نجسة قد لا يزدهر إذا كان هو أو هي تزدهر فلن تست را طويلا إن النجاح الذي يدوي طويلا وي كن أن يرثه الآخرون يجب أن يرسخ الخوف نلا نقطة دعاء عزيزي الله الرجاء ساعدتي في الحصول على دافع جيد و تابع ال ها التي ستنال بركاتك دع أفكاري وأفعالي تؤدي إلى تحسين حياء الناس أيضا دع جهودي تن جد السن كاف دعني أنجح في سعي واسة حالي بأن أشارك شهاد صلاحك في جن يعي أنحاء العالي باسة يسوع آل سيح أتقد بطلباتي ألف مد بطلباتي ألف مد بطلباتي بطلباتي